بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وأم لا يفتلون وأقل فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أحسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحقون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لباته وهو السميع العليم ومن شاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله مغير عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم وتتجزهنهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالدين حسنا وإن جاء ذاك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعونا إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعلموا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا مرذي في الله جعل فتنة الناس إعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياهم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالهم مع أثقالهم وليستنن يوم القيامة عما كانوا يفتغوا ولقد أرسلنا محمل إلى قومهم فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذوا التوفاة وهم ظالمون فأنجيناهم وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثال وتخلقون إسكان إن الذين تعبدون من دون الله لا يمركون لكم رزقا فابدعوا عند الله الرزق واعبدوا واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقل كذب أمم من قبركم وما على الرسول إلا البهاب المبين أولم يروا كيف يبلغ الله الخلق ثم يعيدوا إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانضروا كيف بلأ الخلق ثم الله ينجئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قليل يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تغلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ودا في السماء وما لكم من دون الله من وليه ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ورقائه أولئك يبسوا بالرحمة وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوا أو حرقوا فأنجل الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا معدة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض وينعن بعضكم بعضا وما هو أكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له مطا وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له بسحاب وعقوب وجعلنا في ذريته وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وأمتيناه أجربه في الدنيا وإنه في الآخرة ذا من الصادعين ولوطن إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سفقكم بها من أحد من العالمين أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقَطَعُونَ السَّوِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا قَالُوا اَبْتِنَا بِعْبَابِ اللَّهِ كُنْتَ بِالصَّادِقِينَ قَالَ رُبِّ الْصُرِّ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَتُ رُسُلُنَا إِبْرَاهِمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُمْلِكُوا أَلِّ هَذِي قَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا الرَّالِمِينَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوْطَى قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنْ نَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُمُ إِلَّا وَرَاتَهُ كَانَتْ مِنَ الغَامِرِينَ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْءَ بِهِمْ وَطَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفُ وَلَا تَحْزَنُ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَرَاتَكَ كَانَتْ مِنَ الغَامِرِينَ إِنَّا مُنْسِنُونَ عَلَى أَنْ لِهَذِي قَرْيَةِ رِجِزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَنْ كَانُوا يَفْسُقُونَ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آَيَةً بَيْنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ وَإِلَى مَنْ يَنَ أَخَارُمْ شُعِيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَا رُجُلْ يَوْمَ الْآخَرَ وَلَا تَعْثَمُ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَجَلَّكُوا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَاءٍ جَاثِمٍ وَعَبْدًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبِيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِينَ وَزِيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَأَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَلِ السَّبِيلِ وَكْرَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَأَرْمَانَ وَلَقَدْ جَاءَ أُمْ مُسَى بِالْبَيْنَاتِ فَاسْتِكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلًا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ عَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصِّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ يَظْلِمُهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ مَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتَا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبِيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلُمْ وَتَلْلُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِمُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُمِينَ وَاتْلُمَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَطِمِ الصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرُ وَمَذَكْرُوا اللَّهِ أَكْبَرُوا اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلِ الْكِتَابِ بِاللَّهِ الَّذِي أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِي عَمَرَنُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي وَانْزِلَ إِلَيْنَا وَانْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاعِبُوا وَنَحْنُ لَهُ مُسْدِقُونَ وَكَذَلِكَ أَنْسَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَا أُولَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْهَلُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا كُنتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّوا بِيمِنِكِ إِذَا الْأَرْتَابَ الْمُبَطِرُونَ وَلْهُوَ آيَاتٌ بَيْنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلِمُ وَمَا يَجْهَلُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ وَقَالُوا لَوْ لَا هُمْ نُسِلْ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا النَّذِيرُ مُّبِينَ أولم يتهم أن أنسلنا عليك الكتاب يتنا عليهم إن في ذلك لذكرى وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يألم ما في السموات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم بالعذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب ومن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ثوقوا ما كنتم تعملوا يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيا يفع مدوع كل نفس دائقة موت ثم إليها ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لأو أنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنها أخاردين فيها نعم أجر العاملين الذين صرروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تهمل رزقها الله يرزقها وميناك وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولوا ما الله فأنا يتفكون الله يبسط الرزق لأي يشاء من عبادي ويقدم له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نسى من السائما أن فأحيا في الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله من أكثر لا يعقلون ومن وما هذه الحياة الدنيا إلا لهم ونعبا وإن الدار الآخرة لأي الحيران لو كانوا يعملون فإذا ركبوا في الفلك دعاهم الله مخلص الله الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون يكفر بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون ولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفهم الباطر يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما أجابه فليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهنوا فينا لنهدي أنهم سهلنا وإن الله لمعا المحسين اشتركوا في القناة